ليس طبيعيا كما كل شيء في العراق اليوم وليس بديهيا ولا حتى منطقي كل تلك الأوصاف استحقها وبجدارة مستوى الفساد للحكومات المتعاقبة في بغداد حتى تصدر العراق قوائم الدول الأكثر فسادا بالعالم صحيفة ديجيتال جنرال الأمريكية قالت إن الحكومات المتعاقبة في بغداد أهدرت نحو 700 مليار دولار خلال 13 عاما فقط مستندة لإقرار البنك المركزي ببلوغ عائدات النفط بين سنتين 2005 و2017 أكثر من 700 مليار دولار أهدر منها ما مجموعه 99.5% وفقا للصحيفة الصحيفة دؤكدت أنه بالرغم من كون العراق ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في منظمة أوبيك إلا أنه في ظل حكوماته المتوالية صار واحدا من أكثر الدول فسادا بالعالم حتى تربى على قائمة مؤشر الفساد العالمي العام الماضي إلى جانب دول أخرى كالصومال وسوريا وجنوب السودان وأفغانستان السبعمائة مليار دولار المهدورة أو المنهوبة كما يقول المتظاهرون الذين يواصلون احتجاجاتهم في محافظات العراق ليست وحدها مجهولة المصير بل هي جزء من ألف مليار دولار دخلت البلاد منذ الاحتلال الأمريكي بحسب هيئة النزاهة البرلمانية التي تحدثت عن رصدها لأكثر من مئتي مليار دولار منها سرقت تحت غطاء مشاريع وهمية بأكثر من خمسة آلاف عقد مسلسل الفساد الإداري والمالي في العراق تتعدد فصوله وتتنوع فهو يشمل جميع مفاصل الدولة من عقود الأسلحة والطائرات إلى الكهرباء ومشاريع الإعمار بل حتى قطاع الرياضة نال حصة منها وتذهب تلك الأموال بحسب أعضاء في البرلمان إلى من وصفوهم بحيتان الفساد وكبار الساسة والأحزاب التي تمول بها ميليشيات وأجنحة مسلحة تسطو على المال والسياسة معا اشتركوا في القناة